محمد شريف قدم برضو موسم أكثر من رائع والكابتن حلمي طولان بصراحة يعني كمان كان بيشيد به بشكل جيد جدا يمكن كمان كان فيه تصريح لكابتن حلمي طولان انه هو كان بيكلم كابتن سيد هو كان مصمم انه يقعد وكان يكلم كابتن سيد كذا مرة طب ايه رأيكو طب لكن كابتن سيد طبعا قال ان احنا محتاجين وبالتالي هيكون موجود معنا بشكل كبير محمد شريف زي ما انتعرف يا دكتور بيلعب بيلعب اكتر من مركز بيلعب تسعة وبيلعب حداشر او بيلعب كمان سبع بيلعب جناح ومهاجم واهمي بالزبط نعرف برضا ارقام محمد شريف طبعا في الدوري المصري من خلال وجوده هو تاني هداف الدوري يعني احنا بنستعرض ارقام تاني احنا قلنا مناصر ماهر الاكسر أسست الاكسر صناع للأهداف محمد شريف تاني هداف الدوري بعد عبدالله السعيد يمكن محمد الشريف لعب 30 ماتش السنادي معدل دقيق اللعب 81 دقيقة بيلعب 2421 المركز زي ما حداك تفضلت قولت انه هو بيلعب في اكتر من مكان بيلعب مهاجم واهمي كان دايما كابتن حلم طلام بيستخدمه كمهاجم واهمي بيسقط لتحت يفتح مساحات لزميله وساعات بيلعب جناح لعب 18 ماتش مهاجم ولعب 12 ماتش جناح يعني لعب مهاجم اكتر اهداف جاب 14 هدف منهم هدفين من ضربات جزاء وعمل 3 أسست يعني مساهم في كم هدف مساهم فيه 17 هدف وصنع 22 فرصة جات له كم فرصة هو 42 فرصة على المارمة منهم 15 فرصة صحيحة يعني قدر انه يستغل لها دي نقطة مهمة جدا محمد شريف برضو كان ليه دور مهمة اوي مع امبي في حتة انه هو اصلا محمد شريف امبي بيلعب انه هو بيقفل وراء وبيلعب على الهجمة المرتدة فتوظيف محمد شريف محمد شريف لعيب سرعات محتاج مساحات اكتر فانت لتوظيف كابتن حلمو طلان يحسب له انه هو وظفه كحتة مهاجم وهمي يمكن احنا برضو ما شفناهوش قبل كده كمهاجم وهمي كابتن حلمي جو وظفه كحتة مهاجم وهمي شفناه في مطش الزمالك لما قدر يستغل المساحات اللي في ظهر المدافعين فدي حاجة تحسب برضو كابتن حلمو توظيفه ولكن هل محمد شريف حيلاقي المساحات دي في النادي الاهلي دي نقطة مهمة طبعا بتختلف بتختلف ان انت الفرق برضو بتلعب بالزبط لكن الميزة دكتور كمان بلعب على اطراف بلعب على اطراف يعني عندك التلات مراكز مستو كمان ان هو هداف الجناح الهداف ده عم اهم ميزة في محمد شريف للتهديف يعني ان انت بتكلم في 42 فرصة محول في 15 فرصة وسجل 14 جود تاني تاني هداف الدوري فدي نقطة مهمة انت خاصة ان ان انت مركز الجناح عندك محتاج تدعيم مزبوط يعني انت بتشتغل عليه جايب طاهر محمد طاهر وعندك كهرباء عندك الشحات بتحاول انت وحمد الشيخ بتحاول انت تدعم الحتة دي اكتر لان تحديدا الفرق العالمية كلها دلوقتي او كل فرق العالم اللي بيدعم اجنحته اللي عنده جناحين كويسين ايه سر ركوت نادي الاليكوت نادي الزمالك ايه اللي وصلهم دورة ابطالة افريقيا الجناحين جناحين ويكون عندك واحد كمان في البوكس بيستغل الكلام دوت يعني احنا والجناحين تحديدا لان الادوار الدفاعية بتاعتهم مهمة جدا مهمة بالنسبة للبكات اللي بتلعب دورة ابطالة افريقيا بتلعب محتاج ان الجناحين دايما يشتغلوا لو بصينا على بقى الاركام بتاعت محمد شريف هل الدور الدفاع بتاعته كويس ولا لا دي اللي الاركام هتبينه يعني لو بصينا على الصورة اللي بعدها هلاقي ان هو اهو اي الصورة اللي بعدها دي التمريرات الصحيحة قطعة التمريرات بصوا حضرك بقى قطعة التمريرات قد 51 تمريرة اذا هو برضو في الدور الدفاع كويس دي حتة مهمة اوي لان النادي الاهلي اهم حاجة عنده الدور الدفاعي في الجناح قبل ما بتشوف اهدافه النادي الاهلي دايما بيشوف قطعة التمريرات المراوغات النجحة 61 ناصر مهير كان اعلى في المراوغات كان حاجة وتمانين محمد شريف 61 طبعا بتفري بوزيشن برضو طبعا بتفري بوزيشن التمريرات البيانية الصحيحة 6 لنسبة التمريرات الصحيحة 77 ممكن شوفت بعض الناس برضو معلقة على حتة التمريرات الصحيحة لمحمد شريف مش بتفري كتير اوي التمريرات الصحيحة مع المهاجم المهاجم الرنج بتاعه من 70% ل80% ليه؟ لان المهاجم اصلا بيبقى بصد الورا بيحضروا عليه فاغلب تمريراته بتبقى يعني مش شرط ان هي تلاقيها 90% زي العيب الارتكاز لا علشان هو بيبقى يما بيسندوا عليه بيسندوا عليه خاصة الكورة العالية لكن هو مش هتطلع كورة لقدامي فطبيعي ان هو تمريراته بتبقى رنجها من 70% ل80% ده رقم يعني عادي بالنسبة للعيبة دي بالنسبة للمهاجم استخلاص الكورة في ملعب الخصم طبعا 15 مرة عشان نادي امبي بيلعب دفاع منطقة ما بيلعبش اصلا ضغط امامي في النادي الاهلي فقد الكورة في منتصف الملعب ده برضو رقم مهم ان هو فقد الكورة 30 مرة بس 30 مرة بس ده رقم قليل اوي ده في لعيبة بتفقد الكورة عشر مرات في المطش الواحد اه بالزبط فده بيقولك انه محطة كويسة ان هو محطة كويسة دي حاجة مهمة اوي معدل فقد الكورة بتاع محمد شريف بيحافظ على كورته بشكل كويس محطة كويسة هداف بيقدر يخش للعمق دي حاجة مهمة اوي محمد شريف يمكن هو برضو محتاج ان هو يتطور اكتر لما يجي ان شاء الله النادي الاهلي ولكن العملة التهدفية او القدرات التهدفية لمحمد شريف هتصنع الفرق مع النادي الاهلي